نبدأ بمباراة مبارح فوز الزمالك 3-2 مباراة يعني في البداية نقدر نقول كانت سهلة للنادي الزمالك رغم ان انتحاد الشرطة كان هو الافضل في الشوت الاول الزمالك بدأ المباراة بتشكيل مكون من جنش في حراسة المرمة زمالك كسب طبعا 3-2 علي جبر وحمد طلبة في قلب الدفاع حزم ايمان ناحية اليمين محمد عادل جمع ناحية الشمال واحنا كنا متوقعين محمد كوفي يلعب جنب علي جبر ولكن كابت محمد حلمي قال لك كوفي عنده انذارين فخايف ياخد الانذار الثالث فريحه عشان يعني يستفيد به في المتشاط اللي جاي ان الزمالك لسه هيلعب مع المصري ومع سموحة ومع الاهلي المباراة الاخيرة المصري وسموحة والاهلي دي لقاءاتنا للزمالك المتوقية في بطولة الدوري الممتاز فنص الملعب لعب بطارق حامد وابراهيم عبدالخالي وقدامهم لعب كهربا ومصطفى فتحي ومحمد ابراهيم وباسم مرسي ده كانت تشكيلة نادي الزمالك امباراة مباراة بدأت هجومية فريق الشرطة كان عنده امله الاخير ان هو يكسب الزمالك امباراة عشان يستمر في الدوري الممتاز انتظارا لاخر ثلاث اسابيع وحسب نتائجه هو ونادي اسوان فكان بيلعب على المكسب وكابت الاهلي رمزي كان فتح الجيم وفعلا عايز اقول لكم حاجة ان فريق اتحاد الشرطة بقاله 7-8 ماتشاط بيقدي بشكل كويس جدا لكن النتائج لا تتنسب مع العروض يعني بيقعب كرة حلوة وبيهاجم واداءه تحسن بشكل كبير لكن بيخسر دايما بيخسر او ما بيكسبش بيتعادل ودي لغة رتم غريب في اتحاد الشرطة اخر 7-8 ماتشاط في بطولة الدوري المصر مهم الزمالك كان هو الاخطر ليه؟ الزمالك عنده لعيبة بتعمل فارق يمكن امباراة الزمالك ما عجبنيش في المباراة شوت الاول برضو الاداء كان متوسط الاستحواز كان اكتر لاتحاد الشرطة والخطورة اكتر مصطفى فتحي كان اخطر لعيبة نادي الزمالك مبارح لغاية ما قدر محمد ابراهيم بعد فترة كده من بداية المباراة انه هو يحرز الهدف الاول لنادي الزمالك بعد الهدف الاول الامور فتحت مع نادي الزمالك الهدف التاني بس مرسي من ضربة جزاء صحيحة والناس تقولك ان ضربة الجزاء لا احمد عادل ايده كانت برا لا احمد عادل جسمه كان على خط الـ 18 وايده على خط او جوه شوية الـ 18 فلو حتى لو على خط الـ 18 ايده تتحس بضربة جزاء فضربة جزاء صحيحة مبارح اتحسبت لزمالك ادر باسم مرسي يجيب الهدف التاني وبعدين مصطفى فتحي اضاف هدف عالمي تعارفين مصطفى فتحي لعيب جامد جدا ولعيب مهاري جدا ولعيب ممتع يعني احنا عادين كده بنتفرج قدام تليفزيون او في المدرغات بتتبسط بتحس ان انت كده منشرح وانت بتتفرج على مصطفى فتحي عيب كويس جدا خد الكرة وقعد يهوش ودخل لجوه من على خط الـ 18 وحطها بشماله صاروخ في الزاوية اليمين لعمر حسام حارس مرمى اتحاد الشرطة وبقت النتيجة 3-0 3-0 للزمالك ولما تكون 3-0 للزمالك يعني خلاص الامور انتهت والتحاد الشرطة فريق بيعايز يكسب عشان الهبوط فطبعا الامور انتهت تماما فقلنا خلاص الزمالك يعني 3-0 خلاص مش وحش اداء الشرطة كان افضل من الزمالك كاستحواز وكوصول للمرمى خصوصا في الشرطة الاول ويمكن جنش كمان طلع بعض الكور الخطر جدا جدا على نادي الزمالك الشرطة التانية بدأ وكانت خلاص المباراة الزمالك يعني بيلعب كرة مسك من رجل الرجل وكسبان المباراة فما فيش مجهود كبير بيطلع من لعبت الزمالك اتحاد الشرطة والله انا كنت فاكر انا ما هيبع عندهم احباط ولكن لقيتهم برضو بيلعبوا بيعني بيحاولوا ضيعوا فرصة كرة لعبت عبدالله سيسير اقص جنش وحطاها لكن محمد عادل جمعة طلحها راح عمل تغطية وطلحها من على خط المرمى وبعدين شفنا تغييرات للكابتن محمد حلمي لو هو كاي مدرب هيعمل التغييرات دي لكن التغييرات هقولكو برضو اللي خل الزمالك شوية يفتح في الشرط التاني او يبقى فيه مفيش اهتمام بالمباراة خلاص النتيجة 3-0 عمل 3 تغييرات كابتن محمد حلمي في اخر 25 ديئة بداية من ديئة 66 نزل رمزي خالد مكان حزم امام طبعا لنازل لعبة كويسة جدا انا مش قصدي حاجة ولكن هقولكو ايه الاسباب اللي خلت الزمالك الاداء ينخفض في اخر 25 ديئة وبعدين في الديئة 72 نزل محمد سالم مكان مصطفى فاتح شوفوا بقى محمد سالم مكان مصطفى فاتح وبعدين نزل معروف يوسف في اخر 7 دقايق مكان باسم مرسي اللي خرجوا كانوا كويسين جدا حزم امام مصطفى فاتحي باسم مرسي كانوا كويسين جدا وشايلين الزمالك وبالعبوا كرة وصراع وفايقين يعني مصطفى فاتحي جاب جول وضيع كورتين وباسم مرسي جاب جول من ضربة الجزاء وبيتحرك حزم امام كان اواخد ناحية اللي مين عامل شغل كويس جدا ولكن ايه اللي حصل بقى في الشرط التاني لما خرج بقى حزم التلاتة اللي نزلين في نادي الزمالك كابتل محمد حلمي طبعا عايز يدي فرصة شاف النتيجة 3-0 فقالك ايه ادي فرصة للعيبة اللي ما بتلعبش خالص عشان يخشوا في جو المطشاط يعني واحد زي محمد سالم واحد زي رمزي خالد واحد زي معروف يوسف بردو كان بقاله فترة ما بيلعبش بشكل اساسي فقالك ايه اديهم فرصة والنتيجة 3-0 والمطش مريح الموضوع ده حصل بنتيجة عكسية ان التلاتة طبعا مش جاهزين بقالهم كتير يمكن رمزي خالد ما بيلعبش خالص محمد سالم ما بيلعبش خالص بقاله فترة 10-12 مطش معروف كان بيلعب شوية بس الفترة الاخيرة كان بيقعد احتياطي كتير فالتلاتة نازلين مش هو طبعا في الفورمة فعملوا دروب في اداء نادي الزمالك بالاضافة ان فريق اتحاد الشرطة يعني عمل شغلي كويس قوي في اخر 25 ديئة قدر يحرز هدف بقت النتيجة 3-1 ورح جايب الهدف الثاني بقت 3-2 وكان ممكن اتحاد الشرطة يتعادل كمان على نادي الزمالك ويضيق على الزمالك فرصة المنافسة على بطولة الدولة انتو عارفين احنا متكلمين في نقطة ان الاهل بيكسب يبقى الزمالك لازم يكسب الزمالك ما عندوش حال ان هو يكسب مطشطه كلها انتظارا ان النادي الاهل ممكن يتعثر في احد اللقاءات القادمة فده اللي حصل بعد 3 تغيرات كابتن محمد كاي مدرب انا لو ما كانوا هعمل كده 3 لعيبة ما بيلعبوش فانا كسبان 3-0 والتحاد الشرطة خلاص فريق حيهبط والكلام ده فالموضوع خلصان فقلت يعني انزلهم على اساس يخش في جو المطشط وكان ناقص خلاص 25 دقيقة ولكن المطشقلب اتحاد الشرطة سيطر اتحاد الشرطة ضيع وكان ممكن يتعادل اتحاد الشرطة في اكتر من فرصة خطيرة جدا لفريق اتحاد الشرطة لكن في النهاية الزمالك قدر في اخر 3-4 دقيقة يمسك نفسه شوية وبرضو في خبرات في لعبة نادي الزمالك ومسكوا كرة شوية على اساس ان هما يوقفوا فريق اتحاد الشرطة ان كان زي ما قلتلكم اتحاد الشرطة ممكن يتعادل وفي النهاية هبط اتحاد الشرطة ان ده كان اخر امل لاتحاد الشرطة في بطولة الدوري كده اتحاد الشرطة هبط للقسم التاني والزمالك استمر فيه منافسة النادي الاهلي وديق الفريق التاني الى 5 نقاط انتظارا لمبارات الزمالك بكرة انتظارا لمبارات الاهلي بكرة ان شاء الله امام النادي المصري في استاد برج العرب